موسيقى يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة كل أسبوع وأول كل أسبوع بالتحديد هي حلقة غاية في الأهمية ليه؟ لأنه بيبقى عندنا عدد كبير جدا من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعيدة بالتحديد الفترة دي هنتكلم عن الصعيد المحلي والصعيد الذي يتعلق بكل ما هو يخص جمهور النادي الأهلي وكل ما يخص آخر أخبار وتطورات النادي الأهلي تحديد المفرير الأول لكرة القدم بالتالي رغم أننا فيه توقف دولي دلوقتي المباريات لمنتخب مصر ومنتخبات المختلفة في التصفيات المؤهلة الكأس العالم من 22 في قطر إلى أننا عندنا عدد كبير من الأخبار الهمة التي بيحبها دايما جمهور النادي الأهلي وحنوضح لحضراتكم تفاصيل كتير جدا جدا ده بخلاف أنه سيكون عندنا تعليق مهم على بعض ما يصار على السوشيال ميديا والترندات اللي طالع اليومين دول عبارة عن إيه وتعليقنا عليها هيكون إيه بالوصائق وبكل ما هو مؤكد حنقوله لحضراتكم وبشكل واضح جدا جدا ومصراحة زي ما حضراتكم طبعا تعودته من خلالنا فبالتالي هي حلقة مهمة بكل تأكيد الأهم كمان أن حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وهو خاص بمنتخب مصر وتوقعتكم للتشكيل الأنسب للمنتخب في مباراة الغد أمام الجابون في الجولة الثانية من تصريات المؤهلة لبطولة كأس العالم بإذن الله تعالى قطر عشرين اتنين وعشرين فتواصلوا معنا من خلال صفحات المختلفة على السوشيال ميديا القناة النادي الأهلي فيسبوك تويتر وانستجرام وحناخد تفاعل حضراتكم كما هو المعتاد في الجزء الأخير من الحلقة عارف قوي قوي وانا واحد منكم مش عاجبني يخلص أداء المنتخب رغم أن الأهم طبعا في الممورات دي هو الفوز وتحقيق الثلاثة النقاط فبالتالي أيضا في الجانب المحلي أو الجانب اللي يتعلق بالمنتخب الوطني هنتكلم بوضوح وبتفاصيل كتير وآخر الأخبار بتخص منتخبنا اللي بنتمناله يا رب كل التوفيق في ممورات الغد إن شاء الله لأن نفسنا زي ما دقنا كده حلاوة كاس العالم والمشاركة في كاس العالم نفسنا إن هي تبقى أمر متكرر بالنسبة لنا كشعب مصري وكجمهور عاشق لكرة القدم المصرية فنتمنى إن شاء الله بإذن الله 2022 نكون موجودين في كاس العالم فتفاصيل كتير أيضا هتكون خاصة بمنتخب مصر فتابعونا لحظة بلحظة في كل الفقرات الخاصة بحلقة المهاردة ضروري جدا 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 البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين نشوف في ترند الأهلي الأهلي يعلن عودة عمار حمدي وأحمد عبدالقادر إضافة كبيرة جدا في ترند المحلي المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة الجابون غدا يا رب موصقين بإذن الله وصلاح ينضم للبعثة في الجابون إضافة مؤكدة تفاصيل وأخبار كتيرة استنونا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية في الحقيقة دايما وإحنا بنجهز الحلقة بما أن البرنامج اسمه الترند فدايما بنشوف إيه الترندات أو إيه الترند رقم واحد في الجانب الرياضي تحديدا وللناس كلها بتتكلم عليه يعني فالمرة دي لقينا أن ترند رقم واحد في مصر على مدار الأيام القليلة السابقة اليومين الثلاثة اللي فاتوا ولحد دلوقتي كمان هو الأهلي فوق الجميع وفي الحقيقة لغض كبير جدا جدا زي ما حضركم شايفين كده هو ترند رقم واحد الأهلي فوق الجميع وكلام كتير حصل على مدار الـ 48 ساعة اللي فاتوا وده أمر يعني معروف حابين جدا نحن نوضحه لحضراتكم لأن في حالة من الجدل حصلت من خلال أحد الكتاب اللي قال تعبير لا يليك أبدا على هذا الشعار الخاص بالنادي الأهلي فإحنا حابين نفكره بالتاريخ بما أنه هو مش مؤرخ كوراوي يعني وبما أنه هو بيظهر في بعض المناسبات القليلة جدا اللي يتكلم فيها عن الكورا كامل احترام والتقدير طبعا لشخصه راجل أكبر مني بعدد كبير من السنوات لكن في نفس الوقت الحقائق لازم نتكلم فيها ولازم نوضحها لكل الجماهير بتحديد جماهير النادي الأهلي اللي همها جدا الموضوع ده فتعالوا نفكر بعد كده الكابتن صالح سليم الله يرحمه أحد رموز النادي الأهلي التاريخيين وأحد الشخصيات اللي قصروا في كل أهلاوي وقصروا في تاريخ النادي الأهلي بشكل واضح وملموس كان في توقيت انتخابات عام 92 كان طلع شعار الأهلي فوق الجميع وكان بيقصد بيه بيقصد بيه أن الأهلي فوق جميع أبنائهم نظرا لقوة المنافسة على المقاعد الخاصة بمجلس الإدارة ورئيس النادي والانتخابات والكلام اللي حضراتكم عارفين فالرجل الله يرحمه طلع الشعار ده قالك يا جماعة الأهلي فوق الجميع مصلحة الأهلي ده المعنى الحقيقي للكلبة مصلحة الأهلي فوق مصلحة كل أبناء أهو ده الغرض هو ده المعنى لكلمة الأهلي أو لشعار الأهلي فوق الجميع اللي أطلقه الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه تمام؟ حل فبالتالي الدنيا واضحة لكن للأسف الشديد للأسف الشديد اللي بينسوا التاريخ شوية أو هما مش بينسوا هما إمكانياتهم كده بالتحديد في الجانب التاريخ اللي بيتعلق بالرياضة واللي بيتعلق بالأندية أه حاولوا أن هما يقولوا بعض التعبيرات اللي ما ينفعش تتقال على شعار زي ده واللازم أن أنت تكون بتحترم شعار أثر في وجدان كل الأهلوية زي شعار الأهلي فوق الجميع فالراجل ده مش مقرر الكرة حلو الراجل ده بيتكلم في الكرة كل فترة لما يكون في مناسبة سعيدة بالنسبة له تكون مناسبة سعيدة بالنسبة له على حسب انتماؤه إحنا عارفين انتماؤه إيه وما فيش أي مشكلة طبعا أنه منتمي لنادي آخر ده حاجة عادية لكن في نفس الوقت ما تحاولش أن أن أنت تقلل من تاريخ أو تقلل من شعار بيتعلق بمبدأ من مبادئ أبناء النادي الأهلي مبدأ من مبادئ أبناء النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي كمان وأساطير النادي الأهلي أن الأهلي فوق أي حد من أبنائه مصلحة الأهلي فوق مصلحة أي حد من أبنائه وده مبدأ من مبادئ النادي الاهلي واللي عجبني جدا جدا ان جمهور النادي الاهلي شاف ان المبدأ ده هو جزء من مبادئه الشخصية يعني انت كاهلاوي كاهلاوي مبادئ النادي الاهلي بتبقى منطبقة جدا جدا مع مبادئك الشخصية عشان كده انت بتنتمي لنادي الاهلي او بتحب النادي الاهلي مش معنى كده ان الان دية التانية عندهاش مبادئ لا احنا ما نقولش الكلام ده لكن مبادئ النادي الاهلي واضحة البعض دايماً بيحاول يقلل منها ومن قيمتها لكن في الحقيقة هي بقيمة كبيرة جداً 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 وبتساهم بشكل أو بآخر لما بتمشي في طريق المبادئ دي بتساهم بشكل كبير جداً في الإنجازات اللي بتتحقق على مختلف الأصعيد رياضياً إنشائياً اجتماعياً كل حاجة كل حاجة فبالتالي ما تقللش أبداً من حاجة زي كده فكان طبيعي جداً نحن نوضح الجزئية دي وكان طبيعي جداً وإحنا وصلين في وعي جمهور النادي الأهلي لكن الأهم بالنسبة لي كمان من ضمن الحاجات اللي هو بيحاول يغير الحقائق فيها لما قالك كلمة قالك إيه؟ قالك أم كالسوم زم الكوي طبعاً الفنانة الكبيرة جداً 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 وأحد أبرز الشخصيات في تاريخ مصر بشكل كامل وعندها شعبية جارفة قالك هي زم الكوية مش أهلوية لك إحنا حابين نعرض له بس حاجات موصفة إحنا متذكر والله بنحاول برضو نذاكر تاريخ وكلام منتها لأن التاريخ دايماً جزء أساسي في أي مجال أنت عايز تتكلم فيه لازم تبقى بتحاول بشكل أبخر أنت تبقى متذكر التاريخ فأنا عارض له دلوقتي أمور تتعلق بأم كالسوم وإثبات قاطع على أنها أهلوية إحنا هنا مش بنتخلق على مين أهلوي مين زم الكوي الكلام من دا لأ إحنا بس يا جماعة والله بنوضح لحضراتكم التاريخ واللي ما بيذكرش التاريخ لا إحنا بنذكره له هوا وبنفكره بيه لأن دي جزء مهمة جدا دي مجلة النادي الأهل واللي قال إيه أو اللي كان أحد عنوانها إيه أول عنوان فوق قصة أم كالسوم مع الأهل يرويها فكرة أبوازة كيف بنت أم كالسوم حمام السباحة بالأهل ومدرجات الاتحاد أم كالسوم كانت من أوائل الناس اللي عملت عضوية لها في النادي الأهل وكان واضح جدا مدى حبها وتشجيحها للنادي الأهل وأبرز مثال على كده أو أبرز دليل مش مثال أبرز دليل على كده تصرحات الفنان الكبير سمير صبري واللي قال في إحدى التصرحات التلفزيونية إن أم كالسوم هو كان سألها في حوار ما بينه وما بينها حوار أعتقد كان إزاعي ساعتها عن انتماءها إيه قالت له أنا أهلوية ده بناء العلقاله طبعا الأستاذ والفنان الكبير سمير صبري أم كالسوم من يعني كم حبها في الأهل ساهمت في بناء حمام سباحة حمام سباحة في الأهل لأنها كانت فيه أوائل العضوات بالنادي فده أمر كان واضح طيب عارفين حركوا غنيت يا ليلة العيد اللي بنسمحها دايما في الأعياد عيد الأطحى عيد الفطر الأعياد المختلفة اللي بتخص طبعا الشعب المصري والعربي والإسلامي الأغنية دي كانت بتتغنى جوه مكر النادي الأهل من أم كالسوم كانت بتغنيها جوه النادي الأهل طب أقولك حاجة أكتر من كده وأسخن من كده كمان اللي كان بيبشر أم كالسوم بأن الأهل حيكسب مبراء كان بتبديله زي كده مكافأة مالية لما الأهل يكسب فكل دي دلائل على مدى حب وعشق أم كالسوم للنادي الأهل فما تغيرش التاريخ ما تغيرش الوقائع لأن أنت ضعيف أنت ضعيف في الجانب التاريخي اللي بيتعلق بالكورة اللي بيتعلق بتاريخ أو تاريخ كل نادي كان ماشي إزاي فما تخليك في اختصاصك خليك في الجانب اللي أنت فيه لأن اللي ما بتتكلم على حاجة أنت مش مذاكرها بيبقى شكلك وحش قوي فيها بصراحة يعني ما كامل الاحترام وتقدير فحبنا وكان لازم جدا جدا أن احنا نوضح الأمور دي بشكل موصق زي ما حضرتكم شفتوا دلوقتي على الشاشة فدي جزئية مهم ده عنوان آخر تمام بيتكلم عن مدى انتماء أم كالسوم ده مقال بيتكلم عن مدى انتماء أم كالسوم للنادي الأهلي وده كان أيضا موجود في مجلة النادي الأهلي فأب أنا عايز برضه أعيد وأقول لحضراتكم إن إحنا مش موضوع مين الشخصية دي كان أهلوية لا مش هي دي نقطة بس الأهم من نسبة أنت ما تغيرش وقاعة أو ما تغيرش حاجات مسلم بها معروفة للناس كلها يعني لأن فيه ناس بتصدق للأسف شديد طيب هرجع لعبارة الأهلي فوق الجميع إحنا وضحنا لحضراتكم والناس أصلا كلها عارفة يعني إيه الأهلي فوق الجميع لكن لو أنت عايز تاخدها في الإطار الرقمي وطبقا ليه تعبيرك الغير لائق عن هذا الشعار لو حتاخدها في الجانب الرقمي فالأهلي بصراحة بأرقامه وبإنجازاته فهو فوق الجميع موضوع مش محتاج بأرقامه وإنجازاته رغم أن ده مش هدف الشعار خالص خالص لكن إنت لو عايز تاخدها في الاتجاه ده ماشي نمشي معك في الاتجاه ده مفيش أي مشكلة خالص تعال نبص في الأرقام كده في بطولة الدوري المصري الأهلي واخد كم بطولة 42 بطولة من أصل كام من أصل 62 يعني كل الأندية مش بكام بقى على النادي بعينه كل الأندية في مصر كل الأندية في مصر مجتمعين مع بعضهم كده مع بعض جابوا كم بطولة 20 بطولة حلو يعني 62 بطول الدوري الأهلي خد فيهم 42 وكل الأندية واخدين 20 لو نتكلم عن جانب الرقم طب بلاش الدوري كاس مصر الأهلي واخده كم مرة نفتكر مع بعض 37 مرة أقرب منافسي النادي الأهلي في عدد حصد الألقاب بالتحديد في بطولة كاس مصر فارق الأهلي عنه بعشر عشر بطولات كاس طب بلاش كاس مصر تعال الدوري أبطال أفريقيا الأهلي واخد كم دوري أبطال أفريقيا عشر حلو حلو أقرب منافسي النادي الأهلي على البطولة دي عنده كم بطولة أو كم لقب في دوري الأبطال خمسة يعني الأهلي الدعف تمام بلاش كدوري أبطال أفريقيا تعال نروح لكاس العامل الأندية الأهلي شارك في كاس العامل الأندية كم مرة ست مرات والمرة الجاية دي سبعة يعني احنا راحين السبعة هو إن شاء الله أعتقد في شهر فبراير بعد تعديل معاد البطولة لسه مش بشكل رسمي فهتبقى بتشارك للمرة السبعة في كاس العامل الأندية في المقابل أن ما فيش ولا نادي في مصر كلها شارك في كاس العامل الأندية فممكن واحد دلوقتي يكون يتفرج على يقول يعني ما إحنا عارفين إنجازاتك إلا أنت كل شوعة تقعد تقول لي إنجازات الأهلي لأ لأ لازم نفكر بعض ما فيه ناس بتحاول تلعب في التاريخ فيه ناس بتحاول تفاهمك حاجات تانية هي غلط حاجات من الصحيحة بتؤرخ مواقف حالية وتسبتها في عقول المتابعين الغير ملمين بالتاريخ اللي كان قبل كده فأنا دوري إن أنا أوضح لك بس مش أكثر إنجازات الأهلي بتتكلم على نفسها شعار النادي الأهلي بتتكلم على نفسه فيما يتعلق برضو إحنا مصرين على الموضوع ده لأنه ده هدف الشعار ده هدف الشعار شعار النادي الأهلي أهلي فوق الجميع فوق جميع مين؟ أبنائهم فوق مصلحة جميع مين؟ أبنائهم ملاش أي علاقة بأي حد تاني لكن طبعا أنت أخذتها في السكة دي خلاص ماشي أحنا نمشي معك في السكة دي ونقول لك الفرق ونقول لك ليه الأهلي فوق الجميع فدي جوزقية مهمة جدا حبيت بصراحة أن أنا علق عليها بما أنها ترند خلال الـ 48 ساعة اللي فاتوا مستمرة ترند رقم واحد في مصر فرجاء لكل واحد لكل واحد بيقرب من تاريخ النادي الأهلي أنك لما تقرب من تاريخ النادي الأهلي تبقى مذكر كويس وتقوله بالشكل الصحيح ما تحاولش أن أنت تقول أمور غير حقيقية لأن بعض المتابعين ممكن ما يكونش ملم بالتاريخ فإحنا لا إحنا هنصد وحنوضح بخصوص الجوانب دي تحديدا ده فيما يتعلق بجوانب أو الجانب اللي يتعلق بشعار الأهلي فوق الجميع وترند اللي كان خلال الفترة اللي فاتت وتاريخ النادي الأهلي دايما هو جزء من تاريخ جمهورية مصر العربية طيب هروح لفاصل سريع بعد الفاصل استنوني عشان عندي أخبار مهمة جدا جدا وتفاصيل مهمة للغاية تتعلق بصفقات النادي الأهلي وتحرقات النادي الأهلي في سوق الانتقالات اللي لسه شغال معنا لغاية فترة فتوضحات مهمة كل الأخبار والكواليس تتعلق بصفقات النادي الأهلي والتفكير ماشي ازاي هقوله لحضراتكم بس بعد الفاصل استنوني اشتركوا في القناة انت دايما 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 اهلا بحضراتكم مرة تانية يعني طبعا الكلام خلال الفترة الحالية طالما فترة القد مفتوحة فهتلاقي الكلام كتير بخصوص الصفقات وبالتحديد اللي يخصينا احنا هنا صفقات النادي الأهلي وآخر التطورات والأمور ماشي ازاي هقوله حضراتكم كل الكواليس وآخر الأخبار والتفاصيل لكن في البداية طبعا النادي الأهلي النهاردة اعلن بشكل رسمي عن عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي لصفوف الفريق وهم اتنين من اللعيبة المميزة جدا 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 وهيكونوا اضافة مؤكدة مؤكدة في خط هجوم النادي الأهلي اللي اصبح مليء بالعناصر المهمة جدا اللي تقدر تضيف للنادي الأهلي والمتنوعة في قدراتها ومهارتها ودي جزئية مهمة أول دي صور النهاردة اليوم في استاد مختار التتش سواء أحمد عبدالقادر هتشوفه بعد شوية صور لعمار حمدي فده اندال يدل على نجاح سياسة النادي الأهلي في خروج عناصر من لعبيه للأعارات فبالتالي بتشوفهم ماشيين ازاي بيكتسبوا خبرات مميزة احتكاق قوي فبيرجعوا بيبقوا نجوم عندك هما رجعين نجوم هما أصلا بطوعك اللي هو أحمد عبدالقادر وعمار حمدي أحمد عبدالقادر مواصفات صانع ألعاب بقدرات ممتازة ممتازة في الحقيقة أحرز عدد كبير من الأهداف هؤلاء حضرتكم وأرقامهم طبعا كمان شوية أيضا أحرز أهداف كويسة مع سموحها كان لعب مؤثر جدا في تشكيلة سموحها وفي مبارياته المختلفة شفنا قدي عنده صراعات مميزة بيوصل زميله للمرمى بشكل رائع مميزاته عديدة بيقدر أنه يلعب على الأطراف أو يقدر يلعب رقم عشرة زي أفشة مثلا فدي ميزة من المميزات أحمد عبدالقادر تعالى كمان عند أمار حمدي جوكر جديد من الجوكر اللي دايما بيفكر فيها مستر بيتسو موسيماني بالمناسبة خلينا أقول لحضرتكم أن مستر بيتسو موسيماني كان دايما تعليقه أنه بيحب قوي السرعات عايز اللعيبة أصحاب الجانب اللي بيتعلق بالسرعة أن نكون عندهم قدرات وسرعات مميزة بالتحديد على الأطراف عشان كده جاب مين؟ عشان كده جاب فيرسيتاو وعشان كده جاب ميكيسون هل ده معناه أن الناس الموجودة أصلا إمكانياتهم ضعيفة؟ لا طبعا لا طبعا يعني عندنا نجوم تقيلة جدا كهرباء طاهر معامل طاهر عندك حسين الشحات عندك عدد مميز جدا من لعب يا ربما ما بقاش نسيت حد فالأهلي أصبح عنده خطه هجوم متكامل بقدرات متنوعة على حسب الفرق اللي أنت هتلعبها والبطولات اللي بتشارك فيها واحتياجاتك من كل مطش إيه هتقدر تتصرف مع أنك بتمتلك كمان مدير فني مميز يعرف يعمل التوليفة اللي تساعد النادي الأهلي في مختلف المباريات ويوظف كل واحد في مكانه تعالوا نقول لحضراتكم أرقام أحمد عبدالقادر وعمار حمدي عمار حمدي مع الاتحاد السكندري لعب السنة دي 30 مطش في الدوري تمام؟ ومباراة واحدة في كاس مصر زي ما حضراتكم شايفين كده سجل هدف وصنع اتنين هتقول لي تم بعد تسجيله لأهداف وصنعته قليلة شوية تبقى لتلاتين مباراة لا هقولك أنه كان تم توظيفه من قبل الكابتن حسام حسين مدير الفن الاتحاد كباك رايد في فترة طويلة جدا من الموسم فطبيعي جدا أنه ما يكونش عنده عدد أهداف وافر لكن ده برضه انداليا دول أنه هو جوكر يقدر يلعب في نص الملعب يقدر يلعب باك رايد يقدر يلعب على الأطراف كوينج هنا أو هنا فدي ميزة من المميزات عمار حمدي شوفنا مع انتخب العلمبي كمان لعب رقم 10 فترة من الفترات فحاجة جيدة جدا وكل قرار بياخده النادي الأهلي بيكون عند دراسة تم فعودة بعض اللعبين أو تعاقد مع البعض الآخر بيبقى عشان أنا دارس أنا عايز إيه وحعمل إيه ده بالنسبة لعمار حمدي تعالوا نشوف أحمد عبدالقادر وأرقامه المميزة جدا هذا الموسم مع سموحة الرجل اللعب 27 مطر حلو سجل 9 أهداف أعتقد ممكن يكون 10 كمان مش 9 وساهم في سماعة 5 أهداف فبالتالي في 27 مطر ساهم في 14 هدف ده عدد جيد جدا جدا ليه أحمد عبدالقادر أول سنة ليه في الدور المصري ممتاز فما بالك بنا ما يكون مع النادي الأهلي ويتم توظيفه بالشكل المناسب فأنت جبت إضافة مهمة جدا بالنسبة لك رغم أن عقده كان سنتين مع سموحة لكن كان يحق للنادي الأهلي أن هو يقطع العارة بعد أول سنة وده اللي حصل فبالتالي عودة مهمة بالإضافة لحسام حسن وبرسيتا وميكيسون وكريم فؤاد فأنت كده يعني معاك توليفة مميزة طيب هنا السؤال خلينا نخدها واحدة واحدة كده هل في حد تاني من المعارين حيرجع النادي الأهلي من الوارد واحد أو اثنين واحد أو اثنين من المعارين يرجعوا للنادي الأهلي يعني بلاش أقول أسماء بلاش أقول أسماء لكن هيكون على حسب احتياجات الجهاز الفني والقرار اللي هيخده خلال الفترة القريبة جدا القادم فإحنا فيه اثنين رجعوا هم الأهار أحمد عبدالقادر وعمار ممكن واحد أو اثنين كمان يرجع من غير ما نقول أسماء حننتظر لغاية لما يتم الإعلان بشكل رسمي ده فيما يتعلق بجانب المعارين طيب بخصوص الصفقات الوضع حيبقى ماشي إزاي خلال الفترة الجاية هل الأهلي اكتفى بالأربع صفقات اللي جابهم اللي هو محسام حسن هم كيسون وبرسيتا وكريم فؤاد خليني أأكد لحضراتكم الموضوع منقسم لشكين الشك الأولاني أن أنت سدت احتياجاتك خلاص جبت اللعبة اللي أنت كنت بتستهدفها وكنت بتحاول بكل الطرق أنك تتعاقن معها تبقى للرغبة الفنية للمدير الفني بتنصيك مع لجنة تخطيط للقرة كابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة السيستم اللي احنا عارفينه في النادي الآجل فأنت سدت احتياجاتك رغباتك الأولى جبتها اللي هو مال الأربعة معنى أنه إحنا مش هتجيب صفقات تانية أو الأهلي مش هتعقد مع صفقات تانية من الوارد من الوارد أن يكون في صفقة أو اتنين كمان للنادي الأهلي الأهلي حاطت عينه على اثنين لعيبة بالتحديد هتجيب واحد أو هتجيب الاثنين أو مش هتجيب خالص يعني إيه الكلام ده يعني اللي الأهلي بيفكر في أنه طالما سد احتياجاته جاب الرغباته الأولى الأربع لعيبة اللي تعاقد معهم بالشكل الرسمي الواحد أو الاثنين اللي ممكن ييجو النادي الأهلي هيكون عشان إيه؟ عشان أقوّل قايمة بتاعتي بشكل أكبر يعني لو مجوش لو مجوش أو ما نجحتش في أنك تخلص الاتنين اللعيبة دول فبالتالي أنت خلاص عملت كل اللي أنت عايزه فيه فترة الانتقالات الصيفية الحالية واضحة؟ تمام؟ إذن فيما تعلق بالتعاقدات الجديدة الأهلي ممكن يكون ناقصوا صفقة أو اتنين جم كان بها مجوش فالأهلي مكتفي جدا بالناس الموجود والأهلي لو جاب الصفقة أو الاتنين دول هيكون عشان يقوي القايمة بتاعته القايمة نشاء الله دلوقتي ممتازة والسلافات كان ممتازة بس أنت بتقويها بشكل أكبر ودي سمة أساسية من سمات الفرق الكبيرة بتبعي ستخل كل البطولات وده موجود في النادي الآن ده فيما يتعلق بالصفقات أما بخصوص بقى الكلام عن خروج بعض اللاعبين فتعالي نتكلم كده واحد واحد تلعب بعض التقارير على مدار الأيام السابقة وعلى مدار فترات طويلة بخصوص مين؟ محمود وحيد أنه ماشي بالنادي الأهلي وأن الأهلي عايز يبيعه أو يعيره الكلام ده ليس له أي أساس منصحة بشكل مؤكد أنا بقول لحضراتكم محمود وحيد منكمل مع النادي الأهلي بشكل رسمي محمود وحيد منكمل مع النادي الأهلي وفيش أي تفكير عند المسؤول في النادي الأهلي عند الجهاز الفني أنه هو يمشي من الفريق سواء على سبيل الأعارة أو بشكل نهائي تمام؟ ده فيما أتعلق بمحمود وحيد طيب موقف أجيال والكلام بخصوص أن أنت خلاص جبت اتنين لعيبة أجانب فبالتالي لازم اتنين يمشوا ماشي ويلتر بواليا فبالتالي ناقص واحد يمشي خد مني بقى المفاجأة دي خد مني المفاجأة دي من الوارد هو طبعا أجيال غير دلوقتي هو اللعيب في النادي الأهلي لعيب في النادي الأهلي ده أمر مؤكد من الوارد أن أجيال يستمر في النادي الأهلي هتقول لي إزاي هقول لك أن كان في كلام الفترة اللي فاتت بخصوص ديانج فالأهلي فيما أتعلق بديانج لو جاله الرقم اللي هو عايزه الأهلي بيبيع في ديانج كده بيع غناوة يعني زي ما بنقول لو جيه لنادي الأهلي الرقم اللي هو عايزه أوكي ما جايش للأهلي الرقم اللي هو عايزه فديانج موجود فديانج أجيال موضوع مرتبط شوية ببعض ده توضيح مهم جدا برضو حبيت أقوله لحضراتكم ده فيما يتعلق بالرحلين أو من يتبقى في بعض الأسماء الأخرى أنا ما أقدرش أتكلم عنها أبدا أنتظر دايما الإعلان راسم من النادي الأهلي ده أمر طبيعي لكن دايما بحب أوضح الحاجات المفهاش جدائل زي ما طلع كده فترة الفاترة قال لك ده الأهلي عايز يطلع بدر بنون عارة خبر مضحك أقل ما يقال عنه أنه مضحك ونفس الحال بالنسبة لطاهر أنه يطلع عارة برضو خبر مضحك جدا اتنين لعيبة بالقيمة دي تفكر أنك تطلعهم عارة إزاي يعني بأنه منطق فكان مهم قوي أنه يتم التوضيح حصل التوضيح من خلال أمير توفيق اللي عامل شغل مميز جدا كمدير التعاقدات في النادي الأهلي أو من خلال قناة النادي الأهلي في مختلف برامجها يعني فده كان أمر مهم طيب الجهاز الفني الأمور ماشية إزاي بالنسبة للجهاز الفني للنادي الأهلي مستر كيفين جونسون المدرب العام للفريق خلاص رحل بشكل رسم ده أمر معروف بالنسبة للجميع جال الاتفاق على تعيين مدرب عام آخر أو ممكن كمان ما يتمش تعيين حد ويستمر الجهاز كما هو يبقى كابتن سامي المصال موجود مع مستر بيتس المسلمان إيه اللي حيحصل لسه في الاتجاهين دول والاستقرار عليهم حيتم بشكل نهاء خلال الفترة القليلة المقبلة ده فيما يتعلق بالجهاز الفني يوشا كمان محل الأداء مشي بيتم الاتفاق مع محل الأداء آخر مميز هيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة من قبل برضو النادي الأهلي احنا دايما برضو بنحب نقول لحرارتكم الأمور لما تبقى بشكل رسمي بس دايما بيبقى مهمة أو بنسبة أننا نطمن جمهور النادي الأهلي على مجراريات الأمور داخل القلع الحمراء ده أمر أيضا غاية في الأهمية طيب الفريق هيرجع تدريبات أمتى؟ هيرجع يوم الأربع بإذن الله حتى الآن المتفق عليه أن الفريق هيرجع تدريباته يوم الأربع عشان يستعدي للمرحلة المقبلة موقف بيرسيتاو وميكيسون والمحترفين هيرجعوا أمتى؟ يوم الاتنين هيخلص علي معلول مطشو مع تونس الليع بن براح مطشو كبير جدا عمل أسيست كسبو 3-0 قدام غينيا يوم الثلاث حيخلص بيرسيتاو مباراته مع جنوب أفريقيا أو يوم الاتنين بيرسيتاو برضو مع عالب على اليوم الثلاث ميكيسون هيخلص مباراته وديانج هيخلص مباراته مع مالي ميكيسون مع موزنبيك وديانج مع مالي يخلصوا كل مباراته ومرتباطاته من دولية ينضموا تدريبات النادي الأهلي بداية من يوم الأربع بإذن الله وفعلا حيتمر النادي الأهلي يوم الأربع وما حصلش أي تغيير فإن شاء الله بإذن الله الصفوف تبقى مكتملة بالنسبة للفريق أو تبقى فترة إعداد مصغرة مناسبة أو تساعد في تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات بالنسبة للنادي الأهلي خلال المرحلة الهمة جدا المقبلة ده كل ما يتعلق بملف الصفقات والكواليس والأمور هتكون ماشية زي يبقى الإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي ده أمر مؤكد وأكيد أي حاجة عايزين تعرفوها بالشكل الرسمي يبقى من خلال المركز الإعلامي للنادي ومن خلال قناة النادي السيستم اللي حالكم عارفينه داخل قلعة الحمراء. هنروح لفاصل سريع. بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل وأخبار عن نادي الأهلي التي تتقال على السوشيال ميديا عندنا عليها تعليق مهم جدا قبل بقى من أتفرغ لمنتخبنا الوطني وتعليق مهم جدا وكلام كتير عن استعداداته لمباراة بكرة وعن كمان أداءه في مباراة أنجولا. استنونا بعد الفاصل. تريند الأهلي وآخر الأخبار التي كتبت على الأهلي في السوشيال ميديا بشكل سريع. أقول له حضراتكم من فلاش كورا. الشيناوي يتصدر كالعادة بروفكة بسام الذي يتواجد فيه التوب 5 الموسم الثالث على التوالي. محمد الشيناوي حافظ على شباكو محمد الشيناوي 25 مباراة ده عدد المباراة اللي عيبها حافظ على شباكو في 11 ماتش محمد بسام 33 مباراة حافظ على شباكو في 11 مباراة أبو جبل حافظ على شباكو في 10 مباراة من أصل 18 محمد عبد المنصف طبعا في الحقيقة عمل موسم ممتاز مع دجلة حافظ على شباكو أيضا في 10 من 34 محمد صبحي 10 من 33 فبالتالي الشيناوي بسام بيتصدر. طيب خليه ده رقم كمان يعني عدد كبير من الأهداف ده في النادي الأهلي هذا الموسم. خلينا كمان نروح لي الله كورا حسول رسمي على تويتر وبيقوله حصاد دوري المصري الأهلي هو أكثر فريق سجل أهدافا في الشوت التاني بالدوري 49 هدف حاجة إيجابية رغم أن أنت دايما تبقى حابب أن أنت تحسن الأمر بادر بادر في الشوت الأول لكنها تبقى ظروف مباريات يعني. كمان محمد شريف هو أكثر لاعب تسجيلا لهدف الفوز لفريقه في الدوري. 8 أهداف سجلهم من أصل 21 كانوا سببا في فوز النادي الأهلي بالمباريات يعني كان حاسم ويجاب نقاط للنادي الأهلي في فوز الفريق في مختلف المباريات عدد 8 بالتحديد هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل بقى نتكلم عن المنتخب الوطني وآخر أخباره الكبيريس. استنونا طيب منتخب مصر كلام كتير جدا عن منتخب عكبتن حسام البادري على أداء الفريق عن نتيجة بتاعة ماتشا أنجولا المظهر اللي ظهر به المنتخب الوطني فيه الحقيقة في الحقيقة في مراحل التصفيات الأهم دايما أنك تكسب يا فرحيت يا أنا لعب حل وقوي وبتاعه وما سعدش كاسة العالم إيه بقى استفدت ما استفدتش حاجة. هل معنا كده أن أنا مدافع عن أداء المنتخب لا بصراحة. إزاي إزاي. حط كده أولويات بالنسبة لك أو نقط مرتبة. رقم واحد المهم أنك تكسب. رقم اثنين وده مهمة قوي قوي أنك تكون مقنع لما تكسب أنك تودي رسائل لكل المنتخبات اللي عممكن تقابلها في الأدوار الإقصائية بقى أو الدور الإقصائي الوحيد يعني. بعد بإذن الله ما نتأهل يعني. الرسائل ما فيش رسائل. ما فيش أي حاجة. أنت هذا فاكي توصل كاسة العالم. بالمنظر ده بالأداء ده ما يوصلكش آخر الشارع. خالص. ما نتعشمش في كاسة العالم. لو فضلنا بالأداء ده ما نتعشمش في كاسة العالم. ريح دماغك. لأن بصراحة بصراحة. والبعض تكلم على حتة أصل الإجهاد واللعيبة موجهدة وموسم طويل ومش طويل حلم. معاك. ما فيش أي مشكلة. آه في إجهاد. لكن حتى وانت مجهد. انت مش شايف أي شكل لعب المنتخب مصر. مش شايف أي أسلوب لمنتخب مصر. حديك مثال. يعني أيام كوبر. ها. احنا وانا مش شايف أي أعزار. هتقول لي إجهاد ماشي. بس كان فيه فترات ممكن تعمل فيها معسكرات وتجمعات المنتخب. انت ما عملتهاش. انت المنتخب الوحيد اللي ما عملتش معسكرات. فبالتالي كان نتج طبيعي انت تشوف منظر المنتخب كده. لكن في كل أحوال كل المسان ده والدعم الكابتن حسام البدري. ولمنتخبنا الوطن. في ظهره وبنسانده. وان شاء الله بإذن الله يفرحونا. بكرة المباراة ان شاء الله ساعة 9 بالليل قدام الجابون هناك في الجابون. نكسب ربنا يكرمنا. يبقى قطعت الشوت كبير جدا في التصفيات. بعد الأخبار سريعا. المنتخب خلاص وصل للجابون عشان يستعد المباراة. محمد صلاح نضمه. دي إضافة قوية جدا مؤكدة للمنتخب. المنتخب بيه زيه التقليدي في مباراة الغد بإذن الله تعالى. طيب. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند. أعتقد قولنا نحضر لكم كواليس وأخبار كتير جدا. ليس لدينا المزيد. لكن غدا كل الجديد في حلقة جديدة ونفس البنية. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة